كلما استقلت الميليشيا بنطاق جغرافي معين وأحكمت سيطرتها عليه كلما زادت وتيرة ملشنة المؤسسات أو ما بات يعرف مؤخرا بحوثنتها وخلافا لما كانت ترفعه من شعارات قبيل انقلابها مستغلة حالة التذمر الشعبي من أداء الحكومات المتعاقبة وزاعمة استعيال منع احتكار الوظيفة العامة إلا أنها أظهرت بعد ذلك مختلف أشكال الاستغلال والاحتكار الذي أصبح أشد وطأة من سابقه 65 مديرا للموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة والوزارات كانت هذه هي التعيينات الجديدة للجماعة الإنقلابية في اتجاه يشير إلى تزايد وتيرة تغلغلها في مؤسسات الدولة لم يتوقف الأمر عند تعيين شخصيات موالية للميليشيا في مراكز حساسة داخل أجهزة الدولة بل تجاوزت ذلك بكثير لتفرض أناسا لا يملكون أدنى المؤهلات لشغل تلك المناصر وفرض ما يسمى باللجان الثورية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية مراقبون وصفوا هذه الخطوة بالخطيرة على مستقبل أي حل سياسي يراد التحضير له فضلا عن أنها خطوات تظهر الوجه الحقيقي للإنقلابين على طريق ابتلاع الدولة والإرادة الشعبية وتهميش مبدأ تكافؤ الفرص في نيل الوظيفة العامة لا تنحصر عملية فرض الموالين للميليشيا بالمرافق المدنية فحسب فهناك مظاهر أخرى عززت من سطوة الميليشيا على أهم الأجهزة العسكرية والأمنية أيضا مع قيامها بفصل عدد كبير من منتسب وزارتي الداخلية والدفاع وإحلال عناصر من ميليشياتها بل وتعيينهم في رتب عليا كما أظهرت ذلك وثائق سابقة تختلف إذن طرق ملشنة الجماعة الإنقلابية للدولة ومرافقها وإن كانت في المجمل تشير إلى أن الدولة اليمنية صارت ملكا خاصا بميليشيا الحوثي وأنصارها ومع استمرار هذا السلوك تتقلص فرص الحديث عن قيم المواطنة ويتلغم طريق الحل السياسي الذي يأمل اليمنيون بالتوصل إليه